السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد يوميا نشارك معكم طاجين بلدي بالغنمي والصفجل بطريقة زوينة ويتزين مختلف كيف تحشهية نتمنى الفيديو يكون خفيف ضريف عليكم ما تنسونيش دائما من تعالق زوينة ديالكم ومن اللي لايك بغتاجوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم إلا كنتوا أول مرة تزوروا قناة المسفيوية ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك ندوزوا المقادر والطريقة التحضير في نفس الوقت في الطنجرة ديال الضغط قدرت الحمل غلمي الكمية اللي بغيته هنا يكمية قليلة غير أنا وداتي قدرت راس معلقة ديال سكينجبي راس معلقة ديال خرقو معرق وراس معلقة غير شوياء ديال الإبزار قدرت واحد نص معلقة ديال الموزية ديال الحم أو راس الحانوت ضويمة ديال الزعفران شعراء إلا كان توفر الزعفران شعراء من الأحسن راس معلقة ديال السمن ندير واحد تقريبا أربع كاس ديال الماء نشحر هذه اللحيمات مع هذه العطرية بدون زيت تشرب لي هذه اللحيمات تشربوا لي هذه العطرية من بعد نزيد زيت الزيتون وزيت الماء إذا غير شوية لأن الحمل الغنمي يكون ميتدم بالنسبة لما يطيبه في الطواجين يطيبه في الطواجين يكون أحسن الحمل الغنمي دقيقية طيبة من تقليط هذه العطرية مع هذه اللحيمات نزيد واحد البصلة صغيرة نقطعها قليلا لأنها ركض طيب وكتدوب وكتولي هي المخطرين هذه المرايقة بالنسبة لما يحضر هذا الطباق للضياف يزيد غير العطرية لزيد الحمل يزيد العطرية ويزيد تقريبا بصلات تقريبا إذا كان كيلو أو لجوكيو يزيد بصلات ويزيد العطرية هذه التي تقليها معه ويقلي اللحم مزيان مع هذه البصلة مع الزيت البلدية والزيت الرومية زيت المائدة ويخلي هذه البصلة كحتى التقلة والدبل عزيش كر رويو على اللحم إذا كان البصلة البيضاء تكون أحسن دقيقة طيب وتتعسل بالنسبة للملحم لأن كمية اللحم قليلة و الضويمة تكون مالحة والسمن والسمن يكون مالح نروي على اللحم حتى تغطى ونسد عليه حتى يطيب الحم بعد ما طاب لي نجعل تشرب لأن بقى فيه الروا لتعسل لها البصلة ندوز في نفس الوقت الذي كطيف للحم نسلق هنا يدي السفرجل مغسول مزيان وعندي العينب الأبيض والذي مغش دير العينب الأسود هنا نأخذ السفرجل نغسله مزيان ونغطيه بالماء ونسلقه مع الحامض لمدة غير تبليغ للماء نحسب 6 دقيق أو 5 دقيق مني يتسلق ونظر الغالية ندوز الروب يتغسل مزيان بارد أو الماء يكون في التلاجة لكي يبقى شادلية نأخذ واحد ستكين ونقطع دوائر ستكين يكون نحضر سهل في التقطع ديالو ماشي بحل مني يكون خضر هانتو مره مطيب بزيف غير نصف ستكين نقطع دوائر نأخذ واحد إطار من الأحسن يكون إطار كوه من هذا لكي يأخذ لنا القلب كامل ويحيد لنا القلب أصلا كنحيد ويكون قاسح على هذا الشكل قطعتها كنغسل نحط في الماء ومكيك نهائي لأنه مفيت في هذه السلقة نأخذ مقلة كبيرة لكي يسهل أنه يكمل يطياب ونعسل فيه نأخذ مقلة نأخذ كبار الماء ونأخذ مزهر ونأخذ الزبدة وملح بالنسبة العنب الأبيض قمت تساندة وقرف وكاس الماء ونأخذ تعسل العنب الأبيض من الأحسن أما العنب الأسود غير كان مسوفر عدي وليس المتوفر بعد طاب لي هذا السفرجل لقد قطعت الدوائر ونأخذ نعسله في الماء ونأخذ الماء ونأخذ صكرا ونأخذ 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 قمت ونأخذ 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 للدوائر يقضع لأنه لا تعسل بثاف رابح الكهات يتهرس لكم حل هذه كنت تهرس هذا الشاشة قلت لكم قطعه قليلاً عراض لا تقطعه مشرقاق ونجعلهم يتعسلوا ونزيدهم قليلاً المظهر بالنسبة للحملة يتحمر لكم عندما تدخلوا الفرن نقوم بإمكانكم بإمكانكم معلقة على هذا الشكل من التحت ونجعله الرواي يتعسل طيجين من النطاب والصفرجل من النطاب يكون اللحيمات على هذا الشكل طيبين فتيين والمرايقة ستأتي خاطرة ضربوا لي على المرايقة كذلك ستأتي خاطرة و ستأتي لديدة هذه البصيلة خليتها تحت أرغات والمرايقة مرغية وبالنسبة اللي بغي يدير شوية السكر مع المراق خليت المراق مالحة والصفرجل والعنب الأبيض ستأتي خليت والذي بغي يدير شوية السكر لكي يتحمل هذه المرايقة بالنسبة للمراق هذا المراق لأن المراق قليل هذه الضوامة والذي بغي يدير شوية السمن مالحة للمراق يعني من مالحة إلى ندوق نزين بقطع السفرجل اللي عسلت يجعون هم عسلين يجعون زوينة في المنظر وبالنسبة للأخوات اللي يزينوا بهذا العنب الأسود من بعد ما عسلت كي نزينوا به على هات الشكل في هاتك الدوائر والذي بغي يدير شوية يجب ان يضع بعض العنب الابيض ونصف القرقعة يبقى تزيين حسب الاختيار والعين كتاكل قبل الكرش يأتي طبق مختلف ونخرج العدد التقليدية للصفرج انه نقطع على 4 يجب دوائر الاناناس لا يمكنك ان يكون فجل حتى يبدأ يأكل اتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم اشتركوا مع الاصدقاء والاحباب حضرت الولدتي وقلت اشتركوا مع الاخوات لا تنسوني دائما مني لايك بغتجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديلكم دمتم في رعاية الله وفي الفيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة